ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أصدرت محكمة اللبنانية أحكما على الفنان فضل شاكر بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة وقررت المحكمة العسكرية دائما برئاسة العميد منير شحادة إصدار حكمين غيابيين ضد شاكر الذي اقترن اسمه بجماعة أحمد الأسير لفترة وقضى الحكم الأول بسجن شاكر 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات نالوجستية لهم كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر 7 سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية وتغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية بتهمة تمويل مجموعة الأسير المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين 8 أسلحة وذخائر حربية ويدكر أنه سبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت حكمين غيابيين آخرين بحق شاكر الأول في فبراير من العام 2016 والذي قضى بسجنه خمسة سنوات وغرامت خمسمائة ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة أجرها من مخيم عين حلوى عام 2014 نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب اشتركوا في القناة